تتخذ مملكة البحرين خطوات جادة لزيادة الرقعة الخضراء من أشجار القرم على سواحلها من خلال إطلاق العديد من المشاريع الزراعية حيث تسعى المملكة إلى استعادة الأراضي الرطبة التي تضررت وتعزيز التنوع البيولوجي في بيئتها البحرية لتساهم هذه الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها المملكة طبيعة تستوطن اليابسة إلى أعماق المياه ملاذ ومأوى للطيور والأنواع البحرية هي أشجار القرم الرقعة الخضراء التي عاصرت سنوات طويلة وذكرتها المصادر التاريخية منذ قرون عديدة وأصبحت تعزز التنوع البيولوجي وتساعد على زيادة المخزون السمكي أشجار القرم في البحرين بحسب المصادر التاريخية نعتقد أنها عمرها يزيد عن الألفين عام لأن العالم التاريخ الطبيعي والفيلسوف والمؤرخ ثيوفراستوس هذا العالم اليوناني اللي عاش تقريبا في نهاية القرن الرابع إلى الثالث قبل الميلاد ذكر في وصفه في أحد كتبه عن التاريخ الطبيعي عن جزيرة البحرين واللي كانت آنذاك تعرف بجزيرة تايلوس ذكر بأن هناك عدد من الأشجار الموجودة في البحر واللي كانت تغطي الساحل الشرقي أو الجانب الشرقي من هذه الجزيرة وأن هذه الأشجار ذكرها بوصفها أن هي تشكل مثل الحاجز الطبيعي وأن أحجامها كبيرة مثل شجرة التين حتى عطى وصف لها أن حجمها مثل حجم شجرة التين ولها ثمار تشبه الترمس يعني غير قابلة للأكل وأن لها أزهار ذات رائحة طيبة فهنا بالتأكيد نعتقد بأنه يتحدث عن هذه الأشجار اللي كانت تشكل فعلا حاجز طبيعي دفاعي لجزيرة تايلوس ولمملكة البحرين آنذاك واللي شكلت صعوبة لدى القوارب المستكشفين الذين كانوا يتبعون اليونان والإغريق للوصول إلى الجزيرة من الجانب الشرقي لها أشجار القرم من الأنواع الأكثر فائدة للبشر تقوم هذه الشجرة بدور المصد الطبيعي للرياح حيث تساهم في الحماية من العواصف وتنقية المياه المحيطة كما أنها فعالة في احتجاز وتخزين ثاني إكسيد الكربون من الغلاف الجوي وبالتالي المساهمة في مكافحة تغير المناخ أيضا ذكر ثيوفراستوس أن في أشجار أو في أخشاب قوية تقاوم الملوحة وتعيش لمدة ألفين عام إذا كانت موجودة في البحر في تلك القوارب والسفن اللي كان يصنعها أهل البحرين في تلك الفترة فلربما هنا أيضا هو يتحدث عن هذه الأخشاب اللي استخرجت من أشجار القرم إن زراعة أشجار القرم يأتي تنفيذا للخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي ضمن جهود مملكة البحرين المستمرة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة خمسين بالمئة بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين والوصول للحياد الصفري عام الفين وستين إعادة زرع مثل هذه الأعداد من الأشجار اللي ممكن أن تساهم في إيجاد توازن بيئي في شواطئ البحرين فهذه الأشجار لها ميزات عديدة هي طريقة عملها كجهاز تحلية طبيعي هي تعيش بالمياه المالحة ولكن لا تشرب المياه ولا تتغذى بالمياه المالحة إنما فيها من الخصائص ما تحول المياه المالحة إلى مياه عذبة لتتغذى بها الإكثار من زراعة هذا النوع من الأشجار يكون له أهداف بيئية ومنها الحفاظ عليها عبر تضافر الجهود الحكومية لتسليط الضوء أكثر على هذه المحميات وتوعية المجتمع بفوائدها وأهميتها وعدم المساس بالمساحات المخصصة لهذه الأشجار لما لها من عوائد مفيدة على الأجيال القادمة يتأهب قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق مستقبل المستدام من خلال سعي حكومتها نحو توسيع دمج مزيد من مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء وتمكين كهربة القطاعات الصناعية ونشر المركبات الكهربائية ومراكز البيانات الضخمة ودعم العمليات البحرية بحلول طاقة نظيفة إضافة إلى ما تتمتع به من إمكانات تمولية قوية وقدرات لوجستية وبنية تحتية متطورة حيث يأتي تركيز دولة الإمارات على تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 من خلال الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وجهود تحديث شبكات الكهرباء مما يخلق فرص استثمارية كبيرة للشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة الإماراتية وفي جمهورية العراق يشكل تنافس سبع الشركات العالمية على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من حرق النفايات في بغداد خطوة واعدة نحو حل مشكلة التخلص من النفايات وتحويلها إلى مصدر للطاقة وتحمل هذه المبادرة في طياتها العديد من الفوائد من ضمنها تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وتعد هذه المنافسة الشديدة بين الشركات العالمية على هذا المشروع الضخم مؤشرا واضحا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد العراقي وفرص الاستثمار المتاحة فيها كما أنها تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة والاستدامة رصد علماء في ألمانيا فطريات قادرة على التغذي على البلاستيك مما يفتح آفاقا جديدة لمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية التي تلوث محيطات العالم وأشار الفريق إلى أن قدرة الفطريات على استهلاك البلاستيك قد تكون وسيلة للتكيف مع الكميات المتزايدة من النفايات البلاستيكية في البيئة ورغم زيادة معدلات إعادة التدوير في السنوات الأخيرة إلى أن أقل من 10% من النفايات البلاستيكية لا يعاد تدويرها عالميا اكتشف باحثون دليلا على وجود خزان كبير من الماء السائل تحت سطح المريخ يكفي لملء المحيطات على سطح الكوكب وأشار الباحثون إلى أن الخزان يقع في الشقوق الصغيرة والمسام في الصخور في وسط قشرة المريخ وقدر العلماء أن كمية المياه الجوفية قد تكون كافية لتغطية كامل سطح المريخ بعمق يتراوح بين كيلومتر واحد واثنين وذلك باستخدام بيانات من المركبة إنسايت التابعة لوكالة ناسا أكد علماء في الأحوال الجوية أن تغيير المناخ يحدث تغييرات في أنماط هطول الأمطار حول العالم وهو ما قد ينجم عنه أيضا اجتداد قوة الأعاصير والعواصف المدارية الأخرى التفاصيل في سياق التقرير التالي تعد ظاهرة تغيير المناخ من أكبر التحديات التي تواجهها كافة دول العالم نظرا لتأثيرها على البيئة ما يجعلها تشكل خطرا على كوكب الأرض نتيجة ما تحدثه من غزارة في الأمطار واشتداد في قوة الأعاصير والعواصف المدارية الأخرى ولعل من أبرز تلك التغييرات الواسعة التي تزداد بسرعة تشير التحولات إلى اجتداد الأعاصير ومنها مضرب بعض الدول هذا العام مثل تايوان والفلبين ثم الصين هذا الأسبوع ما أدى إلى إغلاق مدارس وشركات وأسواق مالية مع زيادة سرعة الرياح إلى 227 كيلو مترا في الساعة وتشير تغيرات المناخ إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة وفي السياق نفسه أكد علماء في الأحوال الجوية أن 75% تقريبا من مساحة اليابسة في العالم شهدت ارتفاعا في تقلبات هطول الأمطار أو تقلبات أوسع بين الطقس الجاف والرطوبة مثل التقلبات التي تحدث في أستراليا هذا ويسعى العالم أجمع إلى الحد من هذه التغيرات المناخية التي تسببت في التغيرات الكارثية بتكثيف جهودها في تطبيق خطط وآليات أمثل حفاظا على الأراضي وإعادة إحيائها من أجل زيادة تخزين الكربون أو تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة في المناطق الطبيعية في جميع أنحاء دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر